اشتركوا في القناة او بتمارين نص واسئلة الفهم بعد ذلك نمر الى تمارين اللغة وفي اخر الفيديو سنصحح تمارين الانشاء اذا اولا ساقرأ معكم هذا النص وسأشرح لكم باللغة العربية بعد ذلك سنمر الى الاجابة على اسئلة الفهم بالنسبة للفقرة الاولى تقول وهو اسم هذه السيدة يعني قبلت بكل فخر او بفخر او بافتخار يعني شهادتها للتطبيب او التمريض يعني من استادتها او استادها في مدرسة التكوين المهني بالنسبة لفوكيشنال يعني المهني مدرسة التكوين المهني تلك الشهادة يعني تعني الكثير لها يعني عندما تم سؤالها لماذا بدأت التمريض يعني وضحت يعني اتيت من منزل منكسر يعني مشاكل عائلية نقول you have problems in your family يعني لديك مشاكل في العائلة يعني ابائي طلقوا يعني افترقوا يعني بالطلاق يعني طلقوا عندما كنت في البدايات من العاشرة من عمري and i had to drop out of school يعني وكان علي أن انقطع عن الدراسة to help care for my brothers and sisters يعني المساعدة في الاهتمام بإخواني وخواتي then يعني بعدها my father got cancer يعني ابي مرض بالسرطان when i was 16 and i cared for him until he died at our home يعني بعد ذلك ابي اصيب بالسرطان عندما كان في عمري 16 واهتمت به حتى مات في المنزل until he died at home إذن he هنا تعود على ماذا في نظرك تعود على أبو هذه السيدة Ruth لأنها تقول my father then my father يعني ابي got cancer when i was 16 يعني اصيب بالسرطان عندما كان في عمري 16 and i cared for him يعني واهتمت به until he died حتى مات إذن حتى هو مات يعني طبعا الحال he died تعود على her father يعني أبوها at our home يعني في منزلنا not long afterwards يعني ليس كثيرا بعد ذلك my sister also became ill with cancer يعني أختي كذلك أصبحت مريضة بالسرطان and after a few years يعني وبعد قليل من السنوات she passed away she passed away يعني ماتت يمكن أن نقول pass away or die I got married and began having children يعني تزوجت وأصبحت وبدأت أنجيب الأطفال while doing different jobs to support my family يعني بينما كنت أقوم بمختلف الأعمال لدعم عائلتي I kept dreaming of receiving an education يعني كنت أحلم بالحصول على دراسة and being able to support myself والقدرة على أن أدعم نفسي but I was never able to go back to school يعني ولكن لم أكن قادرة أبدا على العودة إلى المدرسة go back يعني أن تعود إلى go back to school أن تعود إلى المدرسة بالنسبة للفقرة الثانية I think education is very important for my children's future يعني أعتقد أن التعليم مهم جدا لمستقبل أبنائي So I worked hard and saved up enough to pay part of private school tuition for my eldest son Tom يعني لذلك عملت بجد ووفرت I saved up يعني وفرت من طبع هذا الحال هنا تتحدث عن المال يعني إذا قلنا I saved up كأنها تعني I saved up money يعني أوفر المال يعني ووفرت ما يكفي من المال to pay لدفعي part of private school tuition يعني لدفعي جزء من التعليم الخصوصي for my eldest son لابني الأكبر Tom اسمه Tom He earned the rest in scholarships يعني حصل على الباقي من المنح scholarships المنح because he had good grades يعني لأنه حصل على أو كان يحصل على نقطة جيدة it was very difficult كان الأمر صعبا جدا but it was the only way he had a chance of attending university and having a real career يعني لكن كان ذلك the only way يعني الطريقة الوحيدة he had a chance التي من خلالها حصل على فرصة للحضور إلى الجامعة أو للذهاب إلى الجامعة والحصول على real career يعني عمل حقيقي عمل حقيقي يعني عمل بأجر محترم ثم الفقرة الثالثة I'm now 45 years old يعني في عمري الآن 45 سنة my husband is suffering from a mortal illness يعني زوجي يعاني من مرض قاتل mortal illness يعني مرض قاتل mortal تعني قاتل وإلنس تعني المرض and we have three children still in high school يعني ولدينا ثلاثة أطفال لا يزالوا في المدرسة الثانوية my dream is to be able to send them to university يعني حلمي هو أن أكون قادرة على إرسالهم send them إرسالهم إذن هم هنا تعود على مدى إرسالهم إرسال هؤلاء الأطفال إذن them تعود على children أو الأطفال to send them all to university يعني حلمي هو أن أكون قادرة على إرسالهم جميعا إلى الجامعة but as things were يعني ولكن بما أن الوضعي على هذا الشكل أو كما كانت الأشياء أو بما أن الأشياء على تلك الوضعية it wouldn't have been possible يعني لم يكن ذلك ممكنا I've worked in caring for the elderly my whole life يعني عملت على الاهتمام على أشخاص كبار سن elderly my whole life حياتي كلها but a better salary always requires a certification يعني ولكن أجر أفضل أو راتب أفضل دائما يتطلب شهادة to prove that لكي تتبت أن you are educated in health care يعني أنك درست التغطية الصحية therefore لذلك I could never negotiate my working conditions لم أكن أستطيع أبدا أن أتفاوض negotiate my working conditions يعني يعني لأنني لم أدرس أي شيء لمدة طويلة I was sure I couldn't keep up يعني كنت متأكدا أنني لم أنسجم مع ذلك مع الدورة من طبيعة الحالة ومع الدروس التمريض but our teacher had a lot of patience لكن أستاذنا كان لديه الكثير من الصبر patience يعني الصبر at the beginning في البداية she explained everything in simple words يعني في البداية شرحت أو وضحت كل شيء بكلمات بسيطة so I could understand لكي أستطيع أن أفهم and with time يعني ومع الوقت my vocabulary and understanding developed يعني معجمي وفهمي تطور the nursing skills I've learned here at this school يعني مهارات التمريض التي تعلمتها هنا في هذه المدرسة have enabled me يعني قد ساعدتني have enabled me to demand a better salary يعني قد ساعدتني على طلب أجر أفضل and improve the quality of life for myself and my family يعني وحسنت جودة الحياة لنفسي وكذلك لعائلتي إذن هذا فيما يخص توضيح هذا النص وشرح هذا النص باللغة العربية أعتدر عن بعض الكلمات لأنني لا أعرف كل الكلمات باللغة العربية ولكن أعتقد أن فكرة النص واضحة جدا الآن سنمر إلى تمارين أسئلة الفهم إذن بالنسبة لتمارين أسئلة الفهم فهي تبدأ من هنا comprehension 15 points ودائما كالعادة يكتبون لكم هذه العبارة base all your answers on the text يعني أجيب على جميع الأسئلة انطلاقا من النص السؤال الأول هو التمارين الأول يقول هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ justify علل جوابك الجملة الأولى Ruth dropped out of school because she wanted to get married يعني Ruth انقطعت عن الدراسة لأنها أرادت أن تتزوج هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة داخل النص من طبيعة الحال فهي جملة خاطئة لأن Ruth لم تتزوج أو لم تنقطع عن الدراسة لكي تتزوج يعني هناك أسباب أخرى إذن هنا سأكتب false لأن هذه الجملة خاطئة Ruth لم تتزوج لأنها أو لم تنقطع عن الدراسة أعتذر إخواني لم تنقطع عن الدراسة because she wanted to get married يعني لم تنقطع عن الدراسة لأنها أرادت أن تتزوج يعني ما هو السبب؟ إذا عدنا إلى هذه ال drop out كما تلاحظ الكلمة المفتاح هنا هي drop out of school يعني لغي انقطع عن الدراسة الكلمة المفتاح هي drop out of school انقطع عن الدراسة والفقرة التي ذكرت فيها هذه الجملة أو هذه الكلمة المفتاح هي هذه الفقرة الأولى drop out of school يعني لماذا انقطعت عن الدراسة لدينا هنا I had to drop out of school يعني كان علي أن انقطع عن الدراسة to help care for my brothers and my sisters يعني كان علي الإنقطع عن الدراسة لكي أساعد في الاهتمام بإخواني وأخواتي إذن هذه هي الجملة الصحيحة يعني ليس لكي تتزوج ولكن لكي تساعد في الاهتمام بإخوانها وأخواتها لذلك سأكتب هذه الجملة هنا تماما كما قمت بنقلها من داخل النص لأنها تتبت لنا أن Ruth لم تنقطع عن الدراسة بسبب أنها تريد الزواج ولكن لأنها تريد أن تساعد في الاهتمام بإخوانها وأخواتها بالنسبة للجملة الثانية when Ruth got married يعني عندما تزوجت Ruth she stayed at home to take care of her children يعني بقيت في المنزل لكي تهتم بأطفالها هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ من طبيعة الحال فهي جملة خاطئة لماذا؟ لأن Ruth عندما تزوجت لم تبقى في المنزل لكي تهتم بأطفالها كما تقول هذه الجملة سنعود إلى النص وسنجد أن هذه الفكرة توجد في الفقرة الأولى كذلك كما تلاحظ لدينا هنا I got married يعني تزوجت and began having children يعني وبدأت في إنجاب الأطفال while doing different jobs to support my family يعني في نفس الوقت أو بينما أقوم بأعمال مختلفة لدعم عائلتي يعني لم تبقى في المنزل وتهتم بأطفالها ولكنها تقوم بمجموعة من الأعمال لكي تساعدها عائلتها إذن سأقوم بنقل هذه الجملة مباشرة هنا لأنها إجابة صحيحة مئة بالمئة كما تلاحظ يعني أقوم بنقل الجمل مباشرة من النص وكما تلاحظ كذلك الكلمات المفتاح هنا هي مثلا هنا go married يعني تزوجك فهذه الكلمة المفتاح توجد كذلك في الجملة التي قمت بنقلها من داخل النص لدينا كذلك children يعني لأنها تتحدث عن إنجاب الأطفال وهنا لدينا having children يعني إنجاب الأطفال إلى غير ذلك يعني في بعض الأحيان ينبغي عليك أن تبحث عن الكلمات المفتاح داخل السؤال وإذا لم تتأكد من الإجابة فقد تعود إلى النص وتبحث عن الجملة التي ذكرت فيها تلك الكلمة المفتاح وتقوم بنقل الجملة مباشرة في الإجابة بالنسبة للجملة الثالثة يعني ابنه رث الأكبر يعني كان تلميداً جيداً هل هذه الجملة صحيحة؟ من طبع الحال فهي جملة صحيحة سأكتب true لأن ابنها الأكبر Tom كان تلميداً جيداً أولاً أين سأبحث عن هذه الجملة؟ سأبحث عنها في الفقرة التي تتحدث عن Tom إذن الفقرة التي تحدث عن Tom هي الفقرة الثانية لأنها الفقرة الوحيدة التي ذكر فيها Tom هنا إذن سأبحث هنا في هذه الفقرة عن الجملة التي تتبت لي أن Tom كان تلميداً جيداً إذن هنا لدي يعني لأنه كان يحصل على نقط جيدة إذن هذه الجملة تتبت لي بالفعل أنه كان تلميداً جيداً سوف أعيد شرح هذه الفقرة إذن لدينا الجملة تقول الجملة التي أعطيت في الامتحان تقول روتس ألدستسن يعني ابنه روتس الأكبر يعني اسمه Tom يعني كان تلميداً جيداً يعني قلت true لأنها صحيحة ثم كتبت في التعليل يعني كان يحصل على نقط جيدة إذن هذه الجملة كان يحصل على نقط جيدة تتبت لي أن Tom was a good student يعني Tom كان تلميداً جيداً بالنسبة للجملة الأخيرة من هذا التمرين all her children have finished high school إذن جميع أطفالها أنهوا المدرسة الثانوية أو تعليم الثانوي high school من طبيعة الحال هذه الجملة فهي خاطئة جداً لأن أطفالها لا يزالون في المدرسة الثانوية يعني لم يتمموا لأنها finished يعني يتمموا وهنا تحدث عن high school لذن سأبحث في النص عن الفقرة التي ذكرت فيها high school سأجدها في هذه الفقرة الثالثة لماذا؟ لأن هنا لدي high school يعني حتى وإن كنت لم أتأكد يعني لم أفهم الجملة جيداً أو السؤال جيداً سأقوم بنقل هذه الجملة مباشرةً ولكن هنا سأكتب فقط يعني من هنا and have we have يعني لدينا three children يعني ثلاثة أطفال still in high school يعني لا يزالوا في المدرسة الثانوية ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم لم يتمموا المدرسة الثانوية أو التعليم الثانوي بعد كما تقول الجملة التي أعطيت في السؤال لأن هذه الجملة تقول all her children have finished high school يعني جميع أطفالها قد أنهوا التعليم الثانوي لذلك قلنا الجملة خاطئة false ولماذا هي خاطئة؟ لأن في النص لدينا we have three children يعني لدينا ثلاثة أطفال still in high school يعني لا يزالوا still تعني لا يزالوا still in high school لا يزالوا في التعليم الثانوي إذن هذا فيما يخص التمرين الأول بالنسبة للتمرين الثاني يقول complete the sentences يعني أتمم هذه الجمل لدينا receiving an education was يعني الحصول على التعليم كان إذن ماذا كان الحصول على التعليم؟ هنا يعني هذه الجملة يعني تبقى أو إتمام هذه الجمل يبقى حسب فهمك العام للنص إذا عدنا إلى هذه الفقرة لدينا I kept dreaming of receiving an education يعني كنت أحلم بالحصول على تعليم يعني كان هذا حلم إذن يمكن أن أقول receiving an education was a dream يعني كان حلما لمن؟ فور رث يعني فور سأكتب فور رث يعني كان حلما لرث يعني كان حلمها يمكن كذلك أن أقول receiving an education was the dream of Ruth يعني كان حلم رث نفس المعنى إذن أي إجابة من هذه الإجابات كتبتها ستكون يعني ستكون إجابتك صحيحة مئة بالمئة بالنسبة للجملة الثانية Ruth's husband can't work because يعني زوج رث لا يستطيع أن يعمل because لأنه إذن الفكرة سنبحث عنها في الفقرة التي تحدث عن زوج رث وهي الفقرة الثالثة لأن زوجها ذكر هنا كما تلاحظ my husband لدينا هنا my husband is suffering from from a mortal illness يعني زوجي يعاني من مرض قاتل إذن لماذا هو لا يستطيع العمل؟ لأنه يعاني من مرض قاتل يمكن أن أكتب هنا because because my husband Ruth's husband can't work because يمكن أن أقول مثلا هنا my husband لا أريد أن أعيد my husband سأقول he is because he is suffering from a mortal illness يعني لأنه يعاني من مرض خطير إذا كان فهمك مثلا لنص عام جدا يمكن لك أن تقول because he is sick يعني لأنه مريض يعني أي إجابة من هذه الإجابات أعطيتها فإجابتك ستكون صحيحة مئة بالمئة يعني سواء قلت because he is suffering from a mortal illness أو حسب فهمك العام للنص لأنه مريض وتقول because he is sick إذا بالنسبة للتمرين الثالث يقول answer these questions أجب عن هذه الأسئلة السؤال الأول where did Ruth study nursing هنا نبحث عن المكان لذلك سأعطي إجابات مباشرة لأن where تعني أين إذن عندما أطرح السؤال ب where يمكن أن تكون الإجابة كلمة واحدة لأن where تعني أين مثلا إذا سألتني أين يوجد سيئا ما يمكن لي أن أقول لك مثلا في المدينة أو في القرية أو في المنزل أو خارج المنزل يعني كلمة واحدة يمكن أن تكون الإجابة إذن where did Ruth study nursing أين درست Ruth nursing أو التمريض توجد الفكرة في الفقرة الأولى لدينا هنا she Ruth accepted with pride her certificate for nursing care from her teacher at a vocational school يعني she studied at a vocational school يعني من مدرسة التكوين المهني إذن هنا سأكتب at a vocational school كإجابة مباشرة بالنسبة للسؤال الثاني how did Ruth's father die يعني كيف مات أبو Ruth إذن الفقرة التي تتحدث عن موت أبو Ruth هي الفقرة الأولى كذلك لدينا هنا then my father got cancer يعني أبي حصل على أو كان يعاني من ال cancer يعني من السرطان إذن هنا سأكتب مثلا my father got cancer إذا كتبت my father got cancer فإجابتك ستكون صحيحة أو her father يعني أبوها مرضة بالسرطان أو يمكن أن تكتب مثلا he died يعني مات he died of cancer يعني مات بالسرطان أو يمكنك كذلك أن تكتب مثلا فقط because of cancer يعني كيف مات because of cancer يعني مات بالسرطان أو حتى إذا كتبت فقط كلمة cancer فإجابتك سنعتبرها صحيحة مئة بالمئة في الامتحان الوطني لأنك بالفعل أجبت لنا على كيف مات هذا الشخص لأنه في النص يقول لنا أنه مات بالسرطان بالنسبة للجملة أو للسؤال الثالث why couldn't Ruth negotiate her salary before she studied nursing يعني لماذا لم تستطع Ruth التفاوض حول التمن أو الراتبها قبل أن تدرس التمريض إذن لماذا؟ إذا لاحظنا هذا السؤال جيدا سنلاحظ أن الفكرة أو الكلمة المفتاح هي negotiate يعني التفاوض بالنسبة لكلمة negotiate أين ذكرت؟ ذكرت في هذه الفقرة كما تلاحظوا هنا لدينا negotiate وتقول لنا I could never negotiate my working conditions يعني لا أستطيع أبدا أن أتفاوض حول ظروفي عملي or salary يعني وراتبي since هنا تعني because my employees considered me unskilled يعني لأن أرباب عملي يعتبرني غير ماهرة إذن هنا سأكتب هذه الإجابة since لأن since تعني because يمكن أن نكتب since ويمكن أن نكتب because نفس المعنى ولكن هنا لن نكتب my إذا كتبت my فإجابتك ستكون صحيحة سأكتب her يعني her employers يعني أرباب عملها considered ليست me ولكن considered her يعني اعتبرها unskilled ولكن كما قلت إذا قمت بنقل هذه الجملة مباشرة كما هي أنا كذلك سنعتبر إجابتك صحيحة في الامتحى الوطني لأن هذا يسمى الفهم ولا نركز على تصحيح الأخطاء الإملائية أو الأخطاء المتعلقة بgrammar يعني قواعد اللغة ثم السؤال الآخر how did Ruth's teacher help her يعني كيف ساعدت أستاذة Ruth أو كيف ساعدتها أستاذتها يعني هنا تحدث عن teacher يعني أستاذتها ساعدتها ونتحدث كذلك عن help الفقرة التي تتحدث عن هذا توجد في يعني آخر فقرة من داخل النص لأن هنا لدينا at the beginning يعني في البداية she explained everything in simple words يعني في البداية شرحت كل شيء بكلمات بسيطة إذن هذه هي طريقة المساعدة لأن Ruth تقول هنا I was sure I couldn't keep up يعني كنت متأكدة أنني لم أنسجم but our teacher had a lot of patience يعني لكن أستاذتنا كان لديها الكثير من الصبر at the beginning في البداية she explained everything in simple words يعني شرحت كل شيء بكلمات بسيطة إذن كيف ساعدتها؟ ساعدتها بشرح كل شيء بكلمات بسيطة لهذا هذه الإجابة الصحيحة على هذا التمرين على هذا السؤال المادرة بالنسبة للتمرين الموالي من تمرين أسهل أسهل الفهم finding the text words or phrases that mean almost the same as أو that mean the same as يعني أوجد داخل النص الكلمات التي لها نفس المعنى مثل هذه الكلمات الكلمة الأولى هي return يعني عادة يعود سنبحث عنها في الفقرة الأولى سنجد أن return هي go back لأن لدينا هنا go back to school يعني العودة إلى المدرسة يمكن أن نقول return to school أو go back to school إذن هنا سأكتبه go back go back كما قلت عادة يعود بالنسبة الكلمة الثانية هي old people يعني أشخاص كبار السن في الفقرة الثالثة إذا عودنا إلى الفقرة الثالثة وبحثنا عن أشخاص كبار السن سنجد أنها elderly elderly people يعني أشخاص كبار السن إذن يمكن أن نقول old people ويمكن كذلك أن نقول elderly يعني كبار السن ثم make better يعني أن تحسن من وضعية شيء ما في الفقرة الرابعة يجب عليك أن تتذكر هذا جيداً لأن هذه الكلمة مهمة جداً قد تحتاج أن تستعملها كذلك في الwriting أو الإنشاء improve هي make better يعني أن تحسن من وضعية شيء ما بالنسبة للتمرين الأخير من تمرين أسئلة الفهم يعني على ماذا تعود الكلمات التي يوجد من تحتها خط داخل النص بالنسبة لكلمة he التي توجد هنا سبق لي ووضحت على ماذا تعود إذن until he died at home at our home يعني حتى مات في منزلها إذن من الذي مات فهو her father إذن هنا سأكتب فقط father يعني الأب يعني هي تعود على الأب father ثم them في الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة هي هذه الفقرة إذن them توجد هنا my dream is to be able to send them to school يعني حلمي هو أن أكون قادرة على إرسالهم إلى المدرسة من طبعا للحال her children يعني أبناؤها إذن هنا سأكتب children لأن them تعود على children وthem باللغة العربية فهي تعنيهم وكما تلاحظ فهي تعود على children لأن children كذلك كلمة جمع ليست مفرد إذن هذا فمي يخصت صحيح تمارين ziehenей في هذا الأمتيحان وطني المواحد فالبكالوريا الدور العادي تعني سنة 2012 كل ما س grilling الشعب العلمي والتقنية وال�اصيلة بعد هذا سنمر إلى تمارين اللغة إذن السلام عليكم مرة أخرى في هذا الجزء من الفيديو سأصح معكم تمارين اللغة في هذا الامتيحان وطني المواحد البكالوريا الدور العادي سنة 2012 interesant 2012 كل ما س Entrepreneur الشعاب العلمية والتقنية والعصيلة بالنسبة للتمريل الأول من تماري اللغة يملأ هذه الفراغات بالكلمات المناسبة في هذه اللائحة الجملة الأولى يعني جمال يقوم بأعمال مؤقتة عندما كان تلميدي إذن ما هي العبارة التي سنستعملها هنا سأتعامل مع هذا التمرين بمنطقة الاحتمالات أولا لدينا هنا جمال وهنا لدينا فعل do بالنسبة لكلمة used لا يمكن أن نستعملها لماذا؟ لأن used لا يمكن أن يكون هناك فعل يوجد في زمن الماضي وبعده فعل يوجد في زمن infinitive في اللغة الإنجليزية أبدا يعني منطقيا لا يمكن أن يكون هناك فعلين والفعل الأول يوجد في زمن الماضي والفعل الثاني يوجد في infinitive أبدا لا في اللغة الإنجليزية ثم was used to إذن هنا في هاتين العبارتين هناك فرق بينهم لدينا عبارتان في اللغة الإنجليزية العبارة الأولى هي be used to يعني هنا يوجد verb to be be used to والعبارة الثانية هي فقط used to يعني بدون be بالنسبة للعبارة الأولى be used to تعني متعود على مثلا إذا كنت أتحدث عن نفسي سأقول I وهنا verb to be سيتحول إلى am لأنني أتحدث عن نفسي سأقول I am used to مثلا أنا متعود على used to وذائما هذه العبارة be used to يتبع هذر بلاس ing يعني I am used to playing video games مثلا أنا متعود على لعب ألعاب الفيديو وإذا كنت مثلا أتحدث عن شخص ما لن أقول he am سأقول he is used to وأقول مثلا he is used to سأستعمل فعل آخر مثلا watching American movies يعني هو متعود على مشاهدة الأفلام الأمريكية إذن هنا هذه العبارة be used to معناها هو أنا متعود على القيام بشيء ما وهنا كما تلاحظ فverb to be من طبع الحال يتغير مع تغير الضمائر ضمائر الفاعل مثلا سأخذ نفس الجملة ولكن هنا إذا كنت مثلا أتحدث عن زمن الماضي سأضيف هنا بعض العبارات التي مثلا يمكن أن أقول هنا last year يعني السنة الماضية هنا سأقول I was used to لن أقول I am used to ولكن سأقول I was used to إذن فرب to be سيتحول إلى زمن الماضي لأن هنا أتحدث عن last year مثلا He is used to watch in American movies يمكن هنا أن أستعمل before لكي أعبر كذلك عن زمن الماضي إذن هنا is ليست I was نعم I was بالنسبة للضمير الثاني سيتحول كذلك إلى was ولكن ماذا لو كانت هنا they they هنا سأكتب where إذن فرب to be سيتغير كذلك إلى زمن الماضي ولكن العبارة الأصل هي be used to وتعني أنا متعود على بالنسبة لهذه العبارة الأخرى التي هي used to فقط بدون be used to هذه العبارة تعني كان من عادة أن سأعطيك مثال مثلا يمكن أن أقول باللغة الإنجليزية I used to ليست I was used to I used to يعني هنا أتحدث عن زمن الماضي يمكن أن أقول I used to eat in رمضان يعني كان من عادة أن أأكل في رمضان وماذا يعني هذا يعني الآن لا أأكل في رمضان مثال ثاني مثلا I used to sleep next to my mother يعني كان من عادة أن أنام بجانب أمي إذن هناك ما تلاحظ ليست هناك I am used to how I was used to توجد فقط I used to ماذا تعني هذه الجملة يمكن أن أتمم هذه الجملة وأقول but now يعني لكن الآن I fast يعني لكن الآن أنا أصوم وهنا يمكن كذلك أن أتمم هذه الجملة وأقول but now مثلا I sleep in my room يعني ولكن الآن أنام في غرفتي ماذا يعني هذا إذا قلت I used to sleep next to my mother كان من عادة أن أنام بجانب أمي وهنا أتممت هذه الجملة حتى أوضح لك المعنى الحقيقي للجملة يعني but now لكن الآن I sleep in my room يعني أنام في غرفتي هنا كذلك I used to eat in Ramadan يعني كان من عادة أن أنام أو أن أتناول أو أن أأكل في رمضان but now I fast يعني لكن الآن أصوم I fast يعني أصوم كما تلاحظ فالعبارة هي used to إذن بالنسبة لعبارة ب used to دائما يتبعها verb plus ing بالنسبة لعبارة used to فقط يتبعها verb في infinitive وليس ing إذن يمكن هنا أن أكتب مثلا be used to plus verb plus ing وبالنسبة لي used to يمكن أن أكتب هنا plus verb فقط إذن إذا عدت إلى هذا الامتحان بالنسبة لي was used to was used to هي التي توجد لديها هنا يعني كان من عادتي ودائما يتبعها verb plus ing مثلا playing أو watching إذن هنا سألاحظ هذا الفعل هل هي doing من طبيعة الحال إذن هذه هي الإجابة ليست صحيحة إذن الإجابة الصحيحة هي used to إذن كما تلاحظ يعني تعاملت مع التمر بمنطقة الاحتمالات فقط يعني حتى أوضح لك أنه في بعض الأحيان يعني يمكن لك أن تتبع هذه الطريقة لكي تستثني العبارات التي لا يمكن أبدا أن تكون في الفراغ المناسب إذن used to يعني كان من عادتي أن إذن في هذه الحالة قلت جمال used to do يعني جمال كان من عادته أن يقوم بأعمال مؤقتة when he was a student يعني عندما كان تلميدا يعني كان من عادته عندما كان تلميدا أما الآن فلا يقوم بذلك بالنسبة للجملة الثانية the writer novels هنا novels فهي كلمة اسم وهنا novels فيعني الروايات وهنا لديه the writer إذن هذه الروايات فهي ملكية هذا الكاتب إذن عندما نتحدث عن الملكية فنحن نستعمل كلمة whose في هذه ال relative pronouns لأن whose تعني صاحب وذو ودائما يتبعها الاسم إذن the writer whose novels were translated into many languages يعني الكاتب صاحب الروايات أو ذو الروايات التي تم ترجمتها إلى العديد من اللغات won the Nobel Prize يعني فاز بجائزة Nobel بالنسبة له which نستعملها عندما نتحدث عن objects وهو نستعملها عندما نتحدث عن الأشخاص ودائما يأتي بعدها الفعل وليس الاسم إذن novels هنا فهي الاسم كانت ذلك مشكلة في فهم relative pronouns أعود إلى الفيديو في قناتي على اليوتيوب English with Simo فوضحت فيها في دارس relative pronouns كل هذه الكلمات بطريقة بسيطة جدا بالنسبة للتمرين الموالي يعني آية كتابة هذه الجمل بداية بالكلمات التي بدأنا بها الجمل الأولى يعني كنت جيدا في المسابقة المدرب قال أولا سنلاحظ أن هنا لدينا معقفتين إذن هذا خطاب مباشر وين بغي علينا تحويله إلى الخطاب الغير المباشر reported speech إذن هنا لدينا the coach told the swimmers يعني المدرب قال إلى swimmers تعني الأشخاص الذين يسبحون وهنا لدي plural swimmers يعني الجمع إذن سأقول that أن لن أقول that he إذن سأقول that they يعني أنهم ثم سألاحظ الفعل الفعل هنا هو did إذن did يتحول إلى ماذا يتحول أولا يوجد في سأكتب لك هنا زمن هذا الفعل يوجد الفعل هنا في simple past تعني الفعل يوجد هنا في simple past سيتحول إلى ماذا سيتحول إلى past perfect إذن did هو simple past بالنسبة ل past perfect هو had done إذن the coach told the swimmers that they had done ثم أتمم الجملة مباشرة well in the competition يعني قاموا بفعل شيء جيد في المسابقة أو في المنافسة competition تعني المنافسة competition ماذا لو كانت هنا فقط swimmer واحد يعني the coach told the swimmer وليس the swimmers إذن سأقول that he ولكن بما أن هنا they swimmers يعني plural قلت that they يعني أنهم لو كان واحدا لقلت أنه that he إذن هذا فيما يخص هذه الجملة بالنسبة للجملة الثانية the committee selected two films for an international festival أولا بالنسبة للsubject هو the committee يعني هذا هو subject الجملة أو هذا هو الفاعل داخل هذه الجملة بالنسبة للفعل فهو selected هنا فعل selected يوجد في أي زمن يوجد في زمن الماضي لماذا؟ لأن هذا الفعل ينتهي ب-ed في آخر الكلمة ثم لدي two films هذا هو object of the sentence يعني المفعول به وبما أن الجملة هنا بدأت أو بما أنهم بدأوا هنا بالمفعول به إذن سنحتاج إلى القواعد الخاصة ب-passive voice المبني للمجهول بالنسبة للقاعدة الخاصة بالمبني المجهول دائما نبدأ ب-object يعني بالمفعول به فهم هنا أصلا بدأوا بالمفعول به ثم سنلاحظ هذا الفعل ونحدد زمن الفعل هذا الفعل يوجد في زمن الماضي إذن هنا سأضع verb to be في زمن الماضي إذن two films verb to be في زمن الماضي هو was أو where إذن هنا لدي two films يعني لدي plural films إذن سأقول where ليست was لو كان فيلم واحد لقلت was ولكن two films plural where ثم الفعل select سأضعه في past participle هو فعل عادي جدا simple verb لذلك سأضيف له فقط ed ثم إذا أردت أن أتوقف هنا يمكن أن أتوقف هنا و لكن يمكن كذلك أن أكتب bye يعني من طرفي وأتمم the committee يعني من طرفي اللجنة committee يعني اللجنة for an international festival يعني لمهرجان دولي international festival يعني المهرجان الدولي الجملة الثالثة if our team did not qualify for the final أو our team أعتدر our team did not qualify for the final match يعني فريقنا لم يتأهل إلى المباراة النهائية because لأنهم they didn't play well لأنهم لم يلعبوا جيدا أولا يجب علي أن أفهم هذه الجملة وهنا لدي because لأنه إذن يجب أن أحدد أين هو السبب في هذه الجملة وأين هي النتيجة بما أنه هنا لدي because يعني because دائما يأتي بعدها السبب إذن هذا الشق من الجملة هو الذي يعبر عن السبب cause لماذا لأن منطقيا because يجب دائما أن يتبعها السبب إذن منطقيا فإذا كان هذا الشق هو الذي يعبر عن السبب فالشق الآخر يعني our team did not qualify for the final match هو الذي يعبر عن النتيجة إذن فريقنا لم يتأهل إلى المباراة النهائية ما هو السبب السبب هو أنهم they didn't play well وهنا لدي if إذن عندما تقول لدي if فينبغي علي أن أستعمل القواعد الخاصة بconditional ولكن السؤال الذي يطرح هو أي نوع من conditional سأستعمل لأن هناك conditional 0 1 2 3 أو أي نوع من conditional سأستعمل في هذه الحالة سألاحظ الأفعال لكي أحدد نوع الconditional الذي سأستعمله هنا لدي didn't qualify هذا الفئل يوجد في أي زمن يوجد في زمن الماضي لأن هنا لدي didn't ثم هذا الفئل أيضا يوجد في زمن الماضي إذن إذا كانت الأفعال في الجمل الأصلي كلها توجد في زمن الماضي سأستعمله conditional type 3 لأن conditional type 3 نستعمله عندما نتحدد عن زمن الماضي إذن إذا كانت لفعال كلها في زمن الماضي ينبغي عليك أن تستعمل conditional type 3 يعني هذا منطقيا من طبيعة الحال الآن أولا سأكتب لك القاعدة الخاصة بconditional type 3 هنا ثم بعد ذلك سنمر إلى الإجابة إذن دائما تكون لدينا if ثم يتبعها subject هنا كما تلاحظ فهم أصلا بدأوا بif ثم يتبعها الفعل وهذا الفعل يجب أن يكون في past perfect هذا هو الشقة الأول من الجملة بالنسبة للشقة الثانية يكون دائما هناك subject كما تلاحظ فهم في الشقة الثانية كتبوا لك أصلا subject هنا ثم يتبعه إما would have وإما would not have حسب الفعل إن كان في صيغة النفي إن كان في positive form أو ثابتة لا تتغير would have or would not have ولكن الفعل يكون في past participle إذن كما تلاحظ فالأفعال يعني كلها توجد في زمن الماضي لذلك قلنا أن هذا condition type 3 وكتبنا القاعدة الخاصة ب condition type 3 الآن الخطأ الذي لا ينبغي عليك أن تقع فيه في الامتحار الوطني هو إذا حددت أن الشق من الجملة الذي يتكون من if يعني هذا الشق ينبغي أن تكون فيه الجملة التي تعبر عن السببب يعني لا تبدأ if وتكتب الجملة من هنا لأن if يعني if close أو الجملة التي تتحدث أو تكون فيها if يجب أن يكون فيها الشق من الجملة الذي يعبر عن السببب أعتقد أن الفكرة واضحة جدا إذن إذن سأكتب مباشرة if they ثم ما هو الفعل يعني يكون هناك if يكون هناك subject وهو they الفعل هو didn't play سيتحول إلى ماذا سيتحول إلى past perfect إذن فعل play في past perfect هو had not played ولكن بما أن هذا الفعل يوجد في negative form هنا نكتب العكس إذن هنا لا يمكن أن نكتب not إذن سنكتب had played لأن negative form دائما يتحول إلى positive form والعكس إذن if they had played well إذن لو لعبوا جيدا أصلا وضعوا هذه الفاصلة هنا إذن لن نضعها هنا كما تلاحظ في هذا الشقة الأول من الجملة لدينا if يعني هنا if ثم لدينا subject هذا هو subject ثم الفعل في past participle بالنسبة للجملة أو الشقة الثانية من الجملة لدينا subject أصلا كما تلاحظ فهم أصلا وضعوا subject هنا إذن ماذا سنحتاج سنحتاج إلى would have أو would not have إذن لكي أحدد هل سأضع would have would not have سألاحظ هذا الفعل didn't qualify يوجد في negative form إذن هنا لن أكتب would have سأكتب العكس لأن هنا أصلا توجد لدي not هنا لن أكتب not إذن سأقول would have ثم الفعل qualify سأضعه في أي زمن أو في أي صغة سأضعه في صغة past participle وهو فعل عادي جدا يعني ليس irregular verb لذلك سأقول qualified ثم سأتمم الجملة كما هي إذن qualified for the final match إذن هذه الجملة أو هذه الإجابة الصحيحة هنا هذه الكلمة they أو هذا subject they يعود على ماذا في نظرك يعود على our team يعني لو فريقنا played well يعني لو فريقنا لعب جيدا لتأهلوا إلى المباراة النهائية ولكن الجملة الأصلية تقول أن فريقنا لم يتأهل إلى المباراة النهائية لأنهم لم يلعبوا جيدا إذن للقاعدة مرة أخرى هنا كما تلاحظ فلدينا هنا they subject would have or would not have ثم الفئة qualify في past participle إذن هذا فيما يخص هذا النوع من conditional type 3 أعتقد أن الإجابة واضحة جدا إن كانت غير واضحة يعني يمكن لكم طرح صلاتكم في المجموعة الواتساب لكي نوضح هذا أكتر نمر الآن إلى التمرين الموالي من تمارين اللغة التمرين يقول put the verbs in brackets in the correct tense يعني إضع الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمن المناسب correct tense الزمن المناسب كما أقول دائما في الفيديو هاته السابقة إذا كانت لدينا فقرة فينبغي علينا أن نتعامل معها على أن كل جملة مستقلة بداتها إذن الجملة الأولى تبدأ من هنا وتنتهي في هذه النقطة ثم سنبحث عن الكلمات التي تدل على الزمن داخل الجملة لكي نعرف في أي زمن سوف نضع الفعل إذن أحمد عمل كنادل لمدة خمسة عشر سنة في إسبانيا وهنا لدي قبل إذن هنا نتحدث عن ثلاثة سنوات من قبل إذن نتحدث عن زمن الماضي وفي هذا الزمن زمن الماضي لدي حادتين الحادث الأول هو work والحادث الثاني هو start سبق وشرحت لكم أنه إذا كانت لدينا before ويتبعها subject فهذا الفعل منطقيا يجب أن يكون في simple past إذن هنا منطقيا يجب أن أكتب started لأن لدي before ويتبعها subject لذلك كتبت هنا started في simple past لو كانت after وهنا past فالفعل الأخر سيكون في past perfect لأنه نستعمل past perfect عندما نتحدث عن حدثين في الماضي الحادث الأول يكون دائما في past perfect والحادث الثاني يكون في simple past الآن دعنا نرى معنى الزملة إذن أحمد عمل في إسبانيا لمدة خمسة عشر سنة قبل أن يبدأ مشروعه الخاص ثلاثة سنوات قبل إذن ما هو الحادث الأول الحادث الأول هو أنه عمل في فرنسا يعني عمل في إسبانيا عمل في إسبانيا كناديل ثم الحادث الثاني هو أنه بدأ مشروعه الخاص إذن كما تلاحظ فالحدث الأول نضعه دائما في past perfect والحدث الثاني نضعه في simple past إذا أردنا هنا مثلا now يعني الآن وهنا لدينا زمن الماضي إذن زمن الماضي هنا أحمد اشتغل في فرنسا في إسبانيا كناديل لمدة خمسة عشر سنة يعني اشتغل من هنا إلى هنا خمسة عشر سنة في زمن الماضي قبل أن يعني يبدأ مشروعه الخاص إذن اشتغل أولا لمدة خمسة عشر سنة وهنا مثلا أسس واشتغال في إسبانيا لمدة خمسة عشر سنة وكل هذه الأحداث كما تلاحظ فهي وقعت في الماضي لماذا؟ لأن هنا لدي ثلاثة سنوات من قبل إذن أعتقد أن الفكرة واضحة جدا ببساطة هنا يعني يمكن أن نقول هات بين ويركين يعني بالنسبة للأشخاص الذين يتساءلون هل يمكن أن نستعمل كباست بيرفكت نعم في هذه الحالة يمكن كذلك أن نقول هات بين ويركين وهنا يعني فقط ركزت على استمرارية الحدد هات بين ويركين كذلك إجابة صحيحة مئة بالمئة إذن الآن انتهت هذه الجملة من هنا فالجملة الأخرى تبدأ من هنا في هذا الوقت في الآن أو في الحاضر يعني له بعض المشاكل المادية بسبب الأزمات الاقتصادية هو يتمنى ثم دائما عندما تكون فنحن نستعمل simple past يعني كانت تتحول إلى يعني هذا منطقي جدا الإجابة الوحيدة يعني يتمنى لو استطاع أن يجد شخصا لكي يقرضه المال إذن هذا فيما يخص هذا التمرين إن كانت هناك أي أشياء غير واضحة يعني لا تتردد في طرح الأسئلة بالنسبة للتمرين الموالي filling each gap with the correct phrasal verb يعني عملأ هذه الفراغات بالأفعال المركبة المناسبة from the list من هذه اللائحة بالنسبة لهذه الأفعال المركبة معانيها لدينا turn down يعني رفض شيئا ما مثلا رفض طلبا أو رفض عرض go through بالنسبة go through هو هذا go through كما تلاحظ هنا يعني مرة عبر إذن go through تعني أن تمر عبر شيء ما مثل أن تمر عبر تجربة جيدة أو تجربة سيئة أو تمر عبر المشاكل إلى غير ذلك calm down يعني أهدأ come back تعني عاد يعود سبق وتحدث عن هذا الفئة المركبة عندما صحح التمارين أسئلة الفهم في هذا الامتحان break down تعني تعطل أو توقف عن العمل ولكن ليست توقف عن العمل مثل الأشخاص يعني توقف عن العمل نتحدث عن الأجهزة مثل الحواسيب الهواتيف والسيارات يعني الآلات والأجهزة بالنسبة يعني هذا في الحقيقة عبارة عن حوار team what does your father do when his car يعني ماذا يفعل أبوك عندما سيارته دائما الفئة المركبة الذي يذهب مع السيارة هو break down لأن break down يعني تعطل أو توقف عن العمل وكما قلت break down يذهب مع الآلات والأجهزة إذن ماذا يفعل أبوك عندما سيارته تتعطل دايفيد يجيب guess what يعني توقع ماذا he gets very furious يعني يكون غاضبا جدا and starts shouting ويبدأ بالصراخ but soon أو but he soon يعني ولكن يعني soon يعني في وقت قصير جدا إذن but he soon calms down يعني ولكن يهدأ في فترة قصيرة and call the mechanic يعني ويتصل ب يعني mechanic إذن لماذا هنا calm down لأنه أولا لدينا he gets very furious يعني يكون غاضبا جدا and starts shouting يعني ويبدأ بالصراخ ولكن بعدها بوقت قصير he calms down يعني he soon calms down يعني يهدأ في وقت قصير and calls mechanic يعني ويتصل بالميكانيكي ثم التمرير الموالي give the correct form of the words in brackets قم بتحويل هذه الكلمات التي توجد بين قوسين إلى الصيغة المناسبة بالنسبة للجملة الأولى more and more parents are worried about their children's addict يعني المزيد والمزيد من الآباء هم قريقون حول وهنا addict يمكن أن تعني أدمن على أو المدمم ولكن ولكن نقول children's سنقول إدمان الأطفال لذلك children's addiction يعني إدمان الأطفال addict قمنا بتحويلها إلى اسم وهو addiction to computers على الحواسيب and smartphones والهواتف النقالة الجملة الموالية they say that these means of يقولون أن هذه الوسائل ل entertain entertain يعني صراحة باللغة العربية لا أعرف entertain يعني الاسم هو entertainment entertainment يعني المرح ولكن الفعل لا أعرفه صراحة باللغة العربية ولكن باللغة الإنجليزية يمكن مثلا نقول this movie يعني هذا الفيلم entertains me entertains me يعني يسبب لي أو يجعلني أشعر بالمرح entertains me أو مثلا football يمكن أن أقول football entertains me يعني فط أعتدر entertains me يعني الكرة القدم تسبب لي المرح أو تجعلني أشعر بالمرح يعني صراحة لا أعرف الفيلم باللغة العربية entertain بالنسبة للتمرين الموالي ولكن تذكر entertainment يعني المرح بالنسبة للتمرين if join the following pairs of sentences with the words given يعني قم بالربط بين هذه الجمل باستعمال هذه العبارات التي توجد بين قوسين هنا لدينا so as to هذه العبارة على ماذا تعبر تعبر عن purpose يعني التعبير يعني الغاية أو الهدف من فعلي شيء ما والقاعدة الخاصة بexpression purpose بسيطة جدا دائما يعني سبق لي وضحتها في العديد من الفيديوهات يعني هذه العبارة الخطأ الذي يقع فيه التلاميذ يأخذون هذه العبارة يضعونها هنا ويعتقدون أن الإجابة صحيحة في الحقيقة ليست إجابة صحيحة لأن so as to دائما يتبعها الفعل والفعل هنا هو get إذن لا ينبغي عليك أن تعيد كتابة they want هذه الفكرة التي يعني أقولها دائما في جميع الفيديوهات التي خصصتها لتصحيح تمارين expressing purpose إذن هذه العبارة they want to لا تعيد كتابتها في الامتحان الوطني إذن هنا سأضع خطا على هذه العبارة وسأجيب سأقول ثم بعد ذلك سوف أشرح لك يعني معنى الجملة حتى تعرف لماذا لم نعيد كتابة they want to الكثير من الناس يعني الكثير من الناس يتعلمون مهارة الحاسوب ثم سأكتب so as to لأن so as to هي التي تعبر عن الغاية أو الهدف so as to يعني لكي يعني لكي يحصل على أعمال أفضل إذن so as to get لكي يحصل على لأن so as to تعني لكي و get تعني أن تحصل على إذن سأقول so as to get better jobs إذن حتى وإن كنت لم تفهم فأعتقد أن طريقة الإجابة واضحة جدا فقط لا تكتب هذه العبارة لأن so as to دائما يتبعها الفعل والفعل هنا هو get بالنسبة للجملة الثانية توفيق had family problems he couldn't concentrate on his work يعني توفيق له مشاكل عائلية لا يستطيع أن يركز على عمله وهنا لدي because of بالنسبة ل because of يمكن أن يتبعها إما اسم أكتب هذه الأشياء التي يمكن أن تأتي بعد because of بكلمة بلون مغير إذن يمكن أن يكون بعدها nouns يعني الأسماء إذن يمكن أن يكون بعدها الأسماء nouns يمكن أن يكون بعدها verb plus ing يمكن كذلك أن يكون بعدها the fact that إذا كنت لا تريد أن ترتكب أخطاء أثناء الإجابة يمكن لك أن تستعمل عبارة the fact that إذن يمكن أن يأتي بعدها noun يمكن أن يأتي بعدها verb plus ing ويمكن كذلك أن يأتي بعدها the fact that سوف أعطي ك هذه الإجابات كلها بالنسبة للإجابة الأولى إذن because of أولا يجب أن يأتي بعدها ماذا يجب أن يأتي بعدها السبب إذن الإجابة a هو الإجابة الأولى يمكن أن أقول he could not لأن هذا هو السبب السبب إذن أكتب لك السبب هنا إذن الجملة تقول توفيق has family problems يعني توفيق له مشاكل عائلية هذا هو السبب في الحقيقة لأنه له مشاكل عائلية إذن سأكتب هنا cause إذن هذا هو السبب إذن منطقيا الشقة الثانية فهو يعبر عن النتيجة لأن he couldn't concentrate on his work يعني لا يستطيع التركيز على عملي هذا هو effect يعني هذه هي النتيجة بالنسبة لbecause of يجب أن يتبعها دائما السبب يعني وليس النتيجة لأن because of تعبر عن السبب بدا الحال الأولى أو الطريقة الأولى للإجابة على هذه الجملة يمكن أن أقول he could not يعني هو لا يستطيع يعني كما تلاحظ أبدأ بال effect يعني بالنتيجة he could not concentrate on his work يعني هو لا يستطيع التركيز على عمله ثم سأكتب هنا because of لأن because of تعبر عن السبب because of وكما تلاحظ سأستعمل noun يعني أولا سأستعمل noun إذن في هذه الحالة أين هو الاسم الجملة تقول توفيق had family problems يعني توفيق له مشاكل عائلية وهنا because of تعني بسببي إذن في نظرك بسببي ماذا بسببي المشاكل العائلية إذن سأقول because of family problems هذه الإجابة رقم واحد ولكن هنا يمكن أن أستبدله بتوفيق لكي يعرف المتلقي يعني الشخص الذي أتحدث عن إذن يمكن أن أكتب توفيق could not concentrate on his work because of family problems هذه الحالة أو possibility الأولى للإجابة بالنسبة للpossibility الثانية سأستعمله there plus ing إذن سأقول يعني أقوم بنقل هذه الجملة لكي أقتصد بعد الوقت إذن التوفيق couldn't concentrate on his work كالعادة سأكتب because of oh my god I got to change the color to white light blue because of ثم سأستعمل هنا verb plus ing يعني أستعمل لون مغير الفعل هنا توفيق had family problems إذن ما هو الفعل الفعل هو فعل had إذن فعل had في infinitive هو فعل have لكي أضيف له ing سأقول having إذن because of having ثم أكتب family problems يعني بسبب توفره أو أنه يعاني أو لديه family problems أوبس إذن هذه الطريقة الثانية للإجابة بالنسبة للطريقة الثالثة باستعمال the fact that إذن دعني مرة أخرى أكتب هذه الجملة لكي أقوم بنقلها ولسقها هنا إذن سأكتب because of كالعادة white light blue because oh my gosh because of وهنا سأضيف العبارة التي قلت سأضيفها وهي عبارة the fact that بأي لون سأكتبها هذا اللون oh no سأكتبها في الحقيقة بلون مغير سأختار هذا اللون orange the fact that يعني because of the fact that وهنا يعني في هذه الحالة لن أغير أي شيء في هذه الجملة إذن سأقول because of the fact that he had family problems يعني إذا استعملت the fact that يعني هي الأبسط طريقة للإجابة إذن because of the fact that كما تلاحظ سأقوم بكتابة هذه الجملة مباشرة إلا أنني استبدلت توفيق به لأنني لا أريد أن أعيد كتابة توفيق مرة أخرى لذلك إذن كما تلاحظ فكل هذه الجمل لها نفس المعنى في الحقيقة نفس المعنى إلا أننا استعملنا طرق مختلفة للتعبير عن نفس الشيء أو نفس الفكرة يعني طرق مختلفة للتعبير عن نفس الفكرة هذه الفكرة في الحقيقة بالنسبة للتمرين الموالي أو في الحقيقة هذا هو التمرين الأخير من تمارين اللغة في هذا الامتحان complete the following dialogue يعني أتمم هذا الحوار بالنسبة للحوار الأول في الحقيقة هذا حوار واحد manager يعني المدير can I help you sir هل أستطيع مساعدتك يا سيدي you complain about the bad service in the restaurant يعني قم بتقديم شكوى حول الخدمة السيئة في الفندق بالنسبة لعبارات تقديم الشكوى نقول I'm sorry to say this to say this but يعني أنا أسف لقولي هذا لكن يمكن كذلك أن نقول سوف أكتب لك كل هذه العبارات بعد ذلك سنعطي الإجابة إذن يمكن أن نقول I'm sorry to say this but يمكن كذلك أن نقول فقط excuse me but يعني أسف excuse me but وتتمم يمكن كذلك أن نقول مثلا I'm sorry I hate to say this في الحقيقة الكثير من ترطيق الأبسط منهم sorry but يعني أسف لكن ثم يمكنك كذلك أن تقول I'm sorry to bother you يعني أنا أسف لإزعاجك I'm sorry to bother you but وتتمم إذن بالنسبة للشكوى في service يعني في الخدمات في هذا الفندق بكل بساطة يمكن أن تقول the service is not good يعني الخدمة ليست جيدة معدرة the service is not good or the service is very bad إلى غير ذلك I'm sorry to say this but I don't like the service يعني أنا أسف لقول هذا ولكن لم تجيب ني الخدمة service إذن كما قلت أي إجابة من هذه الإجابات أعطيتها ستكون إجابتك صحيحة ولكن تذكر أن هناك مجموعة من العبارات باللغة الإنجليزية والتعابير يمكن لنا أن نستعملها للتعبير عن الشكوى ثم manager يعني هذا المدير apologize and promise to talk to the waiter أولا apologize يعني أولا اعتذر and promise to talk to the waiter يعني وأعد أو قم بإعطاء الاعتذار بالنسبة للعبارات البسيطة للاعتذار هي I am sorry يعني سأقول I am sorry أولا يعني أنا آسف وبالنسبة ل promise لإعطاء الوعد يمكن لنا أن نقول I promise بكل بساطة يعني بسيطة جدا I'm sorry I promise يعني أنا آسف وتقول مثلا I promise I will talk to the waiter يعني أنا آسف أعيدك أنني سوف أتحدث مع الناديل كما قلت هناك يعني أي عبارة أخرى إذا كنت يعني ينبغي عليك في الحقيقة تعرف مجموعة من العبارات للاعتذار يمكن أن نقول I'm sorry يمكن أن نقول I apologize يمكن أن نقول pardon me إلى غير ذلك بالنسبة لي promise يمكن فقط أن نستعمل simple future لتعبير عن promise بدون قول I promise يعني إذا قلت لك I will talk to the waiter يعني كأنني أعطيتك وعدا أنني سأتحدث مع الناديل وهنا أنت تجيب وتقول thank you يعني شكرا إذن إلى هنا نصل إلى نهاية تصحيح تمارين اللغة في هذا الامتحال الوطني الموحد البكالوريا الدور العادي سنة 2012 كلما سألك الشعب العلمي والتقنية والأصيلة إن كانت لديكم أي تأسئلة حول كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو لا تترددوا في طرح سيلتكم في المجموعة على الواتساب بعد هذا سنمر إلى تصحيح تمارين الإنشاء السلام عليكم مرة أخرى إخواني إذن في هذا الجزء من الفيديو سنصحح الإنشاء في هذا الامتحال الوطني الموحد البكالوريا الدور العادي سنة 2012 كلما سألك الشعب العلمي والتقنية والأصيلة بالنسبة لموضوع الإنشاء فهو على الشكل التالي يعني هجرة العمال المهاريون يعني هو مشكل حقيقي يعني لدولهم الأصل write an email يعني أكتب بريداً إلكترونياً to the editor of the website يعني لمحرر الموقع وهذا هو اسم الموقع www.globaldebate.org in which you explain يعني الذي ستوضح فيه why these people immigrate يعني لماذا يهاجر هؤلاء الأشخاص and suggest ways to encourage them to stay in their own countries يعني واقترح suggest طرق to encourage them يعني الطرق لتشجيعهم to stay in their own countries يعني البقاء في دولهم إذن بما أنه هذا عبارة عن email أولاً ستكتب ستبدأ بكتابة dear يعني أغير هذا الخط إذن ستبدأ بكتابة dear sir معظم لأنك لا تعرف هذا الشخص يعني مرحباً سيدي أو مرحباً سيدتي بهذه الطريقة ثم يمكن لك كجملة أولى في البداية الإيميل يمكن لك أن تعبر عن الآداب وتقول I hope you're doing well يعني أتمنى أن تكون بخير I hope you're doing well وتضع نقطة يعني هذه الجملة كافية جدا I hope you're doing well ثم ستدخل في الموضوع مباشرة هنا سأقدم لك يعني مجموعة من الأفكار ولكن أنت ينبغي عليك أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب هذا على شكل فقرة باللغة الإجليزية لأنني هنا سأعطيك فقط رؤوس الأقلام وأنت ينبغي عليك أن تقوم بجمع الموضوعات بالنسبة للجملة الأولى يمكن لك أن تبدأ مثلا بهذه الطريقة every year يعني في كل سنة many الكثير many skilled people يعني الكثير من الأشخاص يمكن أن تكتب skilled people أو تكتب skilled workers يعني الكثير من العمال المهاريين immigrate يعني يعني يهاجرون يمكن أن أكتب from يعني يهاجرون من وهنا يمكن أن أكتب poor countries يعني من الدول الفقيرة يعني immigrate from poor countries يعني يهاجرون من الدول الفقيرة إلى بالنسبة لي إلى يعني to إلى rich countries لأن ضد poor countries هو rich countries يعني يعاجرون من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية وهنا سأضع نقطة إذا أردت أن أعرف هذه الظاهرة يمكن أن أقول this phenomenon يعني هذه الظاهرة يعني ظاهرة الهجرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية is يعني هذه الظاهرة هي وأكتب هنا brain drain لأنها تسمى هجرة الأدمغة وأضع نقطة ثم سأكتب مثلا these يعني هؤلاء these يعني هؤلاء these workers يعني هؤلاء العمال ثم سأكتب leave leave يعني طرك يترك leave ماذا يتركون ماذا their countries يعني يتركون بلدانهم ثم أكتب for many reasons يعني يتركون دولهم لعدة أسباب وهنا سأكتب لك هذه الأسباب إذن leave their countries for many reasons يعني يتركون دولهم لعدة أسباب بالنسبة لهذه الأسباب يعني سوف أكتب لك هنا الأسباب على شكل عوارد وأنت ينبغي عليك أن تجمعها في فقرة بسيطة باللغة الإنجليزية لأنه في الحقيقة مثل الإيميل مثل الفقرة يعني نفس الشيء إلا أن الإيميل كما تلاحظ نبدأ بـ وننتهي بـ ونكتب كذلك في بعض الأحيان اسمنا الشخص فقط ليس الإسم العائلي لأنه في الامتحار الوطني يكتبون هنا يعني لا تكتب اسمك الحقيقي وتوقع الإيميل إذن بالنسبة للفكرة أنني هنا كتبت يعني يعني لعدة أسباب بالنسبة للسبب الأول يمكن أن أقول مثلا هنا تعود على يعني تعود على المهاري إذن سأقول مثلا بالنسبة لعبارة تذكرها جيدا تعني يعاني من مثلا مهمة جدا كذلك كلمة تعني البطالة تعني نقص في job opportunities يعني ونقص في فرص العمل job opportunities بهذه الطريقة إذن كما قلت السبب الأول هو أنهم they suffer from يعني يعانون من unemployment and lack of job opportunities إذن هذه هي المشاكل المشكلة الأول هو unemployment ثم المشكلة الثانية هو lack of job opportunities يعني غياب أو نقص فرص العمل بالنسبة للفكرة الثانية أو السبب الثاني سأكتب مثلا ثانيا وأكتب they أنت من طبعة الحالة عندما تريد أن تجمع هذه المعلومات لا تكتبها على شكل عوارض ولكن يمكن لك استعمال أدوات الربط للإضافة مثل in addition or first second moreover in addition besides furthermore إلى غير ذلك إذن يمكن أن نقول they want يعني يريدون to have أن يحصلوا على مدى a better life يعني يريدون أن يحصلوا على حياة أفضل and good salaries وأجور and better يمكن أن نقول good salaries أو better salaries better salaries يعني وأجور أفضل إذن they want to have يريدون أن يحصلوا على مدى أولا a better life يعني حياة أفضل and better salaries يعني وأجور أفضل إذن هذا هو السبب الثاني بالنسبة للفكرة الثالثة يمكن أن نكتب مثلا they want يعني يريدون مرة أخرى they want to achieve يعني يريدون أن يحققوا their dreams يعني أحلامهم their dreams يريدون أن يحققوا أحلامهم وقولوا مثلا and have يعني ويحصلون على a better future يعني على مستقبل أفضل إذن هذه الفكرة الثالثة بالنسبة للفكرة الرابعة يمكن كذلك أن أقول مثلا سأتحدث هنا عن يعني هروبهم من أو هروبهم من بعض المشاكل مثلا سأقول the escape the escape from يعني يهربون من يمكن كذلك أن نقول run away from نفس المعنى the escape from أو the run away from problems يعني يهربون من المشاكل مثلا like يعني مثلا وهنا سأكتب مجموعة من المشاكل مثلا poverty يعني مثلا الفقر ثم كذلك wars الحروب ثم crimes الجرائم ثم مثلا racism العنصرية إلى غير ذلك من المشاكل إذن هنا سأكون قد قدمت أربعة أسباب التي تجعل skilled workers أو العمال المهاريون يهاجرون من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية أنت عندما تريد أن تجمع هذه الجمل كما قلت استعمل أدوات الربط التي تعبر عن الإضافة الآن سأمر إلى suggestions يعني الاقتراحات التي سأقدمها لتجاوز هذا المشكل كيف سأبدأ هذه الجملة يمكن أن أبدأ بهذه الطريقة to overcome تاني أن تتجاوز يعني لتجاوز this problem يعني to overcome this problem يعني لتجاوز هذا المشكل وهنا سأكتب يعني بعض الاقتراحات لتجاوز هذا المشكل مثلا يمكن أن أقول the government يعني الحكومة the government should الحكومة ينبغي عليها should ماذا create أن تخلق more job opportunities يعني المزيد من فرص العمل for people يمكن أن أكتب for people يعني للناس أو أن أقول for skilled workers يعني للعمال المهاريون وإذا قلت for people يعني أتحدث عني الناس جميعا بالنسبة للجملة الثانية أو الحل الثاني يمكن أن أقول they should ينبغي عليهم هنا they تعود على الحكومة they should provide ينبغي عليهم توفير financial support يعني الدعم المادي financial support الدعم المادي to people للأشخاص لكي يقوموا بماذا in order to in order to تعني لكي إذن لكي in order to start لكي يبدأوا their businesses يعني لكي يبدأوا أعمالهم businesses أو their own business يعني مشروعهم الخاص their own business إذن هذا هو المقترح الثاني بالنسبة للمقترح الثالث مرة أخرى سأتحدث عن الحكومة سأقول they should ينبغي عليهم solve solve يعني أن يحل solve problems يعني أن يحلوا مشاكل مشاكل شيئا ما وهنا يمكن أن نتحدث على نفس المشاكل يعني أن أقول they should solve the problems of poverty يعني ينبغي عليهم أن يحلوا مشكل الفقر ثم كذلك مثلا inequality يعني يعني اللامساواة racism يعني العنصرية إلى غير ذلك يمكن كذلك أن أقول مثلا they should provide better education يعني ينبغي عليهم أعتدرس أغير هذا اللون ينبغي عليهم أن يوفروا تعليما أفضل مثلا they should يمكن لك من طبع الحال أن تضيف أفكار أخرى إذا كانت لديك أفكار أخرى إذن they should مثلا provide بالنسبة provide يمكن أن أستبدله بفعل offer سأكتب provide offer إذن they should provide better education education for everyone يعني ينبغي عليهم أن يوفروا تعليما أفضل لكل شخص إذن هنا أعطيت أربعة أسباب التي تجعل الأشخاص المهاريون يهاجرون من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية هنا أعطيت أربعة حلول لأنني هنا قلت يعني يعني ينبغي لتجاوز هذا المشكل وكما قلت أنت إذا أردت أن تجمع هذه المعلومات هذه الجمل ينبغي عليك استعمال أدوات الربط بالنسبة للخاتمة أو كخاتمة للموضوع يمكن لك أن تبدأ بهذه الطريقة وتقول in this way تعني بهذه الطريقة in this way يعني ماذا سيقعوا بهذه الطريقة skilled workers يعني العمال المهاريون will not يعني سوف لن immigrate يعني سوف لن يهاجروا to other countries سوف لن يهاجروا إلى دول أخرى ثم as a result إذا كانوا لن يهاجروا إلى دول أخرى ماذا سيقعوا كنتيجة لذلك as a result يعني كنتيجة لذلك ثم سأقول they will يعني سوف سأعتذر إذن سأقول they will يعني سوف وهنا سأستعمل هذا الفعل وهو فعل contribute contribute يعني ساهم إذن سوف يساهمون they will contribute في ماذا to the development يعني سوف يساهمون في تطوير أو تقدم to the development of their country يعني سوف يساهمون في تقدم بلدهم وفي نهاية الإيميل يمكن أن أقول مثلا that's it for now يعني هذا كل شيء الآن that's it for now وهنا سأكتب take care يعني اهتم بنفسك أو best regards يعني best regards يعني تحياتي best regards وهنا يمكن أن أكتب مثلا فقط اسمي الشخصي مثلا سيمو لأن إذا كتبت فقط سيمو فهذا الاسم لا يكشف عن هوية أي شخص لأن هناك مجموعة من الأشخاص اسمهم سيمو المشكلة هو أنه إذا كتبت اسمك العائلي والشخصي أو إذا قمت بتوقيع الإيميل إذن كما قلت فأنت ينبغي عليك أن تجمع كل هذه المعلومات في إيميل بدون هذه العوارد أنا أقدم لك هذه الأفكار يعني كأفكار فقط وأنت ينبغي عليك أن تقوم بمهام الكتابة وترتيب الأفكار لأنه إذا أعدت كتابة هذه الأفكار سوف تكتسب أولا طريقة الكتابة وكذلك سوف تتدرب على كتابة الإيميل باللغة الإنجليزية إذن إخواني إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو إن كانت لديكم أي تسئلة لا تترددوا مرة أخرى في طرح حصيتكم في المجموعة على الواتساب إذن كان معكم سيمو من موقع www.englishwithsimo.com نتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم